انتم ملاحظين ان بدأت تزور الصحة من البالي احتطلع بيانات بتقول يا جماعة انتبهوا الموجة التانية ممكن تكون قادمة سيبك من الاسم الموجة التانية الموجة التالتة يعني احنا بنوعد نتكلم في تفاصيل ملهاش معنى المعنى الحقيقي المؤكد ان الفيروس لسه موجود وانه يعني لقدر الله يصيب بعض الناس ويسبب الوفاة لبعض الناس ولو مش بس الوفاة بسبب الام كبيرة ولو قدر الله لعدد كبير حيبقى فيه مشكلة في العلاج وفي الاماكن يعني الحكاية كلها مزالت موجودة واللي متابع الاخبار برا بيشوف دول بتقفل الدولة بتقفل دي بيتبقى حكاية اقتصادين رهيبة لكن بيعملوها في اوروبا الدول الكبيرة اللي متقدمة في كل حاجة لكنها في نفس الوقت يعني عاملين حساب كبير للفيروس فيه ناس بدلت بالنسبة بقى عن ارقام عشرين الف اصابة في اليوم في انجلترا وعشر تلاف في ألمانيا وبلجيكا بتقفل ومش على يعني حاجة صعبة جدا احنا فاتحين فيه تهران رايح وفيه تهران جاي بيحصل دايما كانوا علمونا زمان يقولك الغربال الجديد له شدة يعني ما تجيبه غربال جديد تلاقيه مشدود تمام بعد شوية تلاقي الخبر الشدة بتاعته رخرخت كده ورخرخ كده فاحنا الوقت في هذه الحالة ما كنا في إبريل ومايو كنا شدينه كويس دلوقت احنا بقى في أكتوبر المسائل الرخرخت عايزين نرجع نشده تاني بش مانع ان هو يرخرخ ونشده تاني على فكرة كانوا بنودي للناس على فكرة زمان الرجل بتاع اللي هو بيصنحه ومشده لنا لانه ما حنغير السلك ودي تكلفة فكانوا ودي للراجل يشده لنا فاحنا عم محتاجين شدة الغربال تاني عشان نقدر يقدي عمله بشكل كويس لانه الخطر احنا بننقله لبعض الخطر مش تغير زي ما قلت حدودكم بارح ولا بتحرك احنا اللي بننقله لبعض فاذا كانت الموجة الاولى عدت صحيح في فقدنا ناس كتير وناس كتير عيت والحمد لله ربنا شفاها لكن الموجة اللي جاي مش عايزين نتعرض لده لانه كان لما شد قوي الفيروس لاحظته انه كان فيه مشاكل في وجود أماكن في المستشفيات ودي خارج يعني امكانات الحكومة لانه ببعادات كبيرة في وقت واحد هي دي المشكلة انه يبقى عندك أعداد كبيرة في وقت واحد وعلى فكرة فيه ناس كتير جدا تأثرت بأزمة كورونا الصحية الطبية يعني تواجد المرضى في المستشفيات تأثروا مرضى آخرين بأمراض أخرى معرفوش تعالجوا اللي عنده القلب واللي عنده الكبد واللي عنده الكلا بقاش فيه أماكن المستشفيات بقت تقهرب يعني بقى الواحد يخاف يروحي من الأشعة ويخاف يروحي من بقى بده كترة سنان بنا خاف نروح لها ففي تفاصيل محيطة بالحكاية يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ساعدنا وان الحكاية دي ما تبقاش يعني زي اللي فاتت لكن الله بيساعد الناس اللي هي بتكتهد يعني مش هنقعد نحضن في بعض في الشوارع ونبوثوا بقدون الله يساعدنا يعني يعني ما ينتعش فإحنا نخلي بالنا من نفسنا دي مسألة مهمة جدا عشان لا نعرض الناس لخطر ولا نعرض الدولة لإمكانيات هي مش هتستحملها هتشوفتوا بره مش مستحملين طيب يا سيدي وبدأت المدارس التوابير زي ما انتوا شايفين دلوقتي الصورة ممكن تكون هي بحطت صورة المدرسة وما بيحايوا تحية جمهورية مرسة العربية نشيد بيقولوه الصبحة طبعا التوابير دي مش هتتقرر التوابير دي على ما أظن أو خمنت أو اعتقدت إن دي التوابير دي في الأيام الأولى لأن إحنا دايما لما نروح المدرسة سوقفوا أولا أو تانية أو تالتة أو رابعة بنعمل التابور في الحوش وبيقولولنا بقى ويتكونوا الفصول ده أولا أول وده أولا تاني وده أولا تالت وده مش عارف إيه وبعدين يطلعوا فصولهم لأول مرة ما يبقوش عارفين ما كان الفصل بتاعهم أو الكلاس معلش يعني قديم فأكيد التوابير دي هتبقى في الفترة بعد كده حيخشوا الولاد يطلعوا على طول كل واحد عارف الكلاس بتاعه أو الفصل بتاعه فين لكن في مشكلة كبيرة الولاد أنا شفتهم لابسين كمامات وده شيء كويس جدا لكن هل الولاد عارف إنه هو لو حاب يهرش هنا كده حيرش على الكمامة ولا حيزقها ويعمل كده دي حاجة الحاجة الأخطر من ده كله هي دورات المياه لأن فيها الحنفية السنبير الحنفيات الموجودة دي حيفتحوها ويقفلوها حيخش الولاد يقفلها حتخش بنت رح فتحها نفس الحنفية وده مسألة معروفة فكرونا أنها في منطقة الخطورة لأنه بيقعد على المعدن ده يقعد كتير الفيروس يقعد كتير فهل إحنا هنوقف حد في دورات المياه في الفسحة كل شوية يرش حنفية أشك أو مش هيصل فدي علاجة إيه معرفش الحقيقة يعني معرفش دي تتعالج إزاي الفسحة كلها بتبقى ربع ساعة مصف ساعة يمكن مش هعمله فسحة وده شيء بقى كويس جدا بس الولادة حايدين يخشوا دورة المياه يبقى إزاي العدد حيبقى أقل فبالتالي ممكن نعمل لها الحكاية دي حل كويس لكن أنا مش بكلم على المدارس اللي هي الناشونال ولمش عارف إيه والمدارس اللي هي فيها عشرة في المية من الطلبة والتلميذ أو هتفتكر المدارس دي فيها عشرين في المية أو عشرين في المية تلاتين في المية عشان ما بقاش يعني بقلل الحاجات خمسين في المية عايز أكتر من كده الخمسين في المية التانية الأولاد في الفصل بيبقوا أربعين وبيبقوا خمسين وبيبقوا ستين وبيبقوا سبعين وبيبقوا ثمانين فنرجو بقى القصة هنا تعمل توعية كويسة خلوا بالكو ما عارفش طبعا مش ممكن حقيصوا الحرارة للولاد دول لكن بقى احنا طلبين من كل ست طيبة ورجل طيب أنه يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ينقذ هؤلاء الأطفال البسطاء الفقراء اللي عايزين يكونوا في الحياة وبيحاولوا يتعلموا فإن شاء الله ربنا يحميهم لكن بدعواتكم وبيمحاولة الأمهات والأباء أن هم يعلموهم حاجات طول الوقت خلي بالك اعمل كذا إيه لعجاز ما أنت داخل البيت سيب شنطتك على الباب ونظافها مش عارف إيه المريالة قلنا تتعلق ولسه في لفظ مريالة مش عارف العلم مش عارف ده لفظ موجود ولا أبس اللبس يعني اللبس يتعلق على الشماعة اللي مريالة يجي ويتحط في الشمس لأنه مش هنقدر نخسل كل يوم ولا هنقدر نكوي كل يوم ولا هنقدر نجيب ثلاثة أربعة تطقم في الأسبوع فالولد يجي نعلق المريالة أو اللبس بتاعه نحطه في شماعة نحطه في الشمس ساعة ولا ساعتين يبقى تمام وربنا يحمي الجميع إن شاء الله شكرا شكرا